عشاق الرياضة مرحبا بكم في برنامجكم الرياضي أشكينف سبور يوم تحتو على استدادات النخبة الوطنية لمواجهة الملاوي ومحاور عديدة في هاد النطاق وغادي نستقبلو معنا سي حمد بعقين النقد الرياضي مرحبا بك مرحبا سي هشام ومرحبا ببرنامج أشكينف سبور كيفش كتشوف استدادات النخبة الوطنية لمواجهة الملاوي المنتخب المغربي والعناصر الوطنية خدت قسط من الراحة بعد مباراة صعبة أمام القابون يعني أن التأهل ربما لم يكن يسيرا رغم السبع النقاط اللي حرزها المنتخب الوطني أمام القابون كانت مباراة صعبة جدا عانى وحيد خليلوزيتش لأنه دخل عناصر اللي بقى ممنسجماش أصلا المنتخب العناصر الأساسية يلا كتلقى التوليفة والتركيبة للمنسجمة بينتها إذن قلت أن سبع نقاط ضمنت التأهل والصدارة هو اللي خلتنا أننا نبقى في العاصمة يووندي وناخده قسط من الراحة إلى غاية يوم غد الثلاثة كانت هناك حصص سدريبيا بوتيرة حصتين في اليوم صباحية ومسائية واليوم كانت عند واحد خليلوزيتش ندوة صحفية مع سوفيان أملاح اللي سجل الهدف الأول في الافتتاحي ديال مباراة المنتخب أمام غانا كان شوفوا بزرد أخبار كتقول بأن تسد عناصر ما هيكونوش حاليس بونو أشرف حاكيمي وأيضا اللعب في صنفجر لا هذه فيصل فجر عنده مسحة يعني سلبية ديالكورونا مسحة إيجابية بالأحق وتمتتس بأنه مصابة بكورونا ما شاركش في التدريبات الحصص الماضية بينما ياسين بونو وأشرف حاكمي هناك العياء وهناك إصابة اللي منعتهم في الحصصتين الماضيتين لكن آآ غادي يكونوا حاضرين والبارح كانوا حاضرين في التدريب فقط فيصل فجر هو الغائب الوحيد عن الحصص التدريبية رجعوا بسرعة المباراة القابون نعم أخطأ كتيرة وسيخطوه في الدفاع ومنتخب الوطني المغربي كانت تائه في الجولة الأولى نعم لأنه خالي لوزيتش بحله بغى يتفلسف وبغى يدير عناصر أخرى وبغى لأنه كيقول بأنني ضامن أن أتأهل ولكن في نفس الوقت مو احتاط ولكن هاتش يخلها أنه يراجع لحسابات دياله في الصوت الثاني ويدخل سوفيان بوفال ويدخل عناصر اللي يمكن لها أنها تمد وأملح لأنها تعاون الفريق الوطني خالي لوزيتش في البداية يعني تنائية ديال شاكلة مع نيف أقرد ما أعطتش الأكل ديالها شاكلة بعيد على المستوى دياله وما ساعدتوش الظروف ديال المقابلة تريقى المدنية دياله ما شيتها يعني ما مساعدش بدنيا دينيا شاكلة كي دير أخطأ شاكلها دائما تفل الدوري الاحترافي اللي كيلعب فيه كي دير أخطأ وما يعني إنسان لباقي أنا كنقول أنه ما عندوس الأحق أنه يكون فهم على المنتخب الوطني كان المدافعين آخرين نحسن منه ولكن هذي اختيارات المدرب سوفيان شاكلها ربما أنه دوز ساعة في الجحيم أمام القابون لكن عودة رومان سايس أطرات الدفاع وخلاتها دكتونائية ديال أقرد وغانم سايس هي اللي منساجمة بعضيتها وعارفين الوطوماتيزمات وعارفين تاكتيك اللي خصو يمشي بيوه ممكنش نشوفه يعني في المباراة القادمة إن شاء الله غدا إن شاء الله أمام المالوي نشوفه خالي لوزيتش يكون رحيم ويدخل سفر رحيمي يدخل البانون يدخلش عناصي جديدة اللي ربما تبدل ساتة السيستم ديجو تعمل المتحب بانون صعب أنه يلعب لأنه تدعيض الإصابة دياله وكيلزموا واحد خمسة دي الأسابيع في هادي يعني النتيجة ديال الخبرة الطبية اللي هادي سوفيانا رحيمي يستحق أن يكون رسميا وياخد المكانة دياله وياخد دقائق طويلة أمام آآ المالوي آآ ما عرفش أن سوفيانا رحيمي واش هناك نظرة ديال المدريب أو علاقة أو شي عقوبة اللي اللي يعني آآ كيقولوا كيقولوا بأنه سوفيانا رحيمي نظرة للصوار اللي نشر مع المتخب المصري اللي في الفندق الإقامة مع المتخب وربما نعم مع محمد صلاح لا نعرف بالضبط ولكن سوفيانا رحيمي خاص ياخد المساحة الزمنية دياله باش ياخد ثقة دياله ويكون سجلي أنه لا يوسف نسيري ولا أيوب الكعبي الآن غير فعالين في آآ جبهة الهجوم نعم أيوب الكعبي كان بعيد كل مستوى كو صراحة عاما أيوب الكعبي تضيع هدف تضيع يعني آآ قلة تركيز وغيرها يعني هذا واللي دي طاية للتفاصيل إحنا كم بقون دكروا التفاصيل صغيرة أن المربع ده المربع يعني الكاغي ديزويت مربع ثمنتاش خستك تستغل فيه أنصف الفرص وفرص صحيحة وفرص كاملة وأكثر تتاح لأيوب الكعبي لكن أيوب الكعبي عاجز على التهديف ما عرفتش واش الأمور مرتبطة نفسانيا إلى غير ذلك لكن سوفيانا بوفال وأخرون يتكلفون بالتهديف ولكن سوفيانا رحيمي خصو ياخد المكان دياله وياخد الرسمية دياله وياخد الحقية دياله مع كتيبة المنتخد كمشي اللاعب بوفال وأيضاً اللاعب أشرف حكيمي ذلك الهدف ضربة خطأ تابتة يعني أنقضت يعني كنقول له هنا وجه المغاربة بكل صراحة كنا خاصة نفذك في ذلك المباراة ما شي غير أنقضت وجه المغاربة ولكن أنقضت أيضاً وجه الـ أنقضت حضود المنتخب المغربي والتعليقات تعليقاتها من الزملاء دياله سوفيان أشرف حكيمي في باريس سان جرمان تعليق مبابي على ستوري يعني تعليقات كثيرة جداً تل إعلام المصري والتونسي والإعلام العربي يعني يهلل بهذاك الهدف وهنا في الكيبان النزومية وأشرف حكيمي من اللاعبين اللي ومهدئين لاعبين منضبطين كيعرف شنو كيدير وكيدخل في المنظومة وتو حامل على المباراة على الأكتف دياله في حوار سابق مع الإطار الوطني سيللو قال بأن الفرق الإفريقية أصبحت صعبة يعني باش ما نبقش نكي نقوله نحقروه فرقة فرقة يعني في كل مباراة اللاعبوه نقول نحنية بتركيز وباحترام الخاصم باش موقعناش اللي وقع للجزائر طبيعة الحال لأنه كما قلنا في السابق المنتخب الجزائري اللي جايوك يحلم بأنه حامل لقاب وبأنهم أقوياء وبأنه مبارايات أرقام قياسية بدون هزيمة 35 رغم أنه في الشك في ذاك الأرقام إذا هذا كل شيك هذا العوامل كتخلي على أن المنتخب لأي مجموعة ما غديتش مشي بعيد في المبارايات وهذا الدورة هذي دي الكاميرون دورة استثنائية دورة المفاجآت دورة الواقع والتيران مشي التوقعات والأوراق والدليل مباراة الأمس ما بين نيجيريا وتونس جميع كان كارسح نيجيريا لأنها صدرات بتسع نقاط وبينات على اللعب ديالها لكن تونس كعادتها قلبت الأوراق وقلبت التكهونات وهذا اللي كي خلينا أننا نخصنا نقشه مباراة بمباراة ما نلعبوش على أنه ملاوية رضعيفة وبأنها رسهلة وهاتش رقالوا واحد خالي لو زيتش اليوم في الندوة مباراة الملاوي لن تكون سهلة ستكون صعبة وربما حرجوا المنتخب الوطني في تصريح صحفي بالماضي قلب أن تشكيلة دياله ومجموعة دياله ما تستحقش تمشي بعيد في هذا الكاس هو بالماضي بالماضي كان واقعي جمال بالماضي ما زال كان واقعي وكان عنده خطاب رازين عقلاني بدون عواطف بدون جيش لكن أخرون من الذين يحلمون الإعلام والأبواق ديالهم هي اللي خلات المنتخب المغرية المنتخب الجزائري في هاد الأشياء ونصقوها الجيران ديالهم ونصقوها في الأطراف أخرى ولكن الإعلام بقيادة البوق ديال الجنرالات وبوق الكبرانات حفي الدراجي هو اللي يخلى هاد الأمور تمشي إلى أبعد وتمشي إلى مستويات يعني لا أخلاقيا ومنحطة في التعليق نبقى في نقطة ديالة حفي الدراجي اللي يخرج بوحد البلاغ ووحد الصريحات الكوشيك يشوف يعني كيسب المغاربة ويسب المرأة المغربية وغيرها تفعل ديالك في هذا الأمور نحن قلناها من هذا المنبر سيشا من منبر أشكين موقع أشكين كان صباق إلى إطارة هاد المسألة هدي قبل في مبارية غنية الاستوائية اللي يخسروها إذن حفي الدراجي وقع في الأخطاء وقع في الزلات والأسهم دياله تتهاوى إعلاميا وعنده إحراج وتل مشغلين دياله هراكين إحراج بالنسبة لهم على أن هاد النموذج دياله الصحفي اللي يمفرض فيكون مهني يكون إعلامي يكون محايد على أنه يدخل هاد المتاهات قلنا أن الحسابة دياله تلحسابة دياله في تدوينة دياله ولا في التواعيل بتفاعل دياله ولا إنسان لا أخلاقي ربما كيقدم أجندات ديالكابرانات على طريقة ديالكابرانات طابعة الحال لأنه هو شنو قال نخليه ولا تدوينة دياله ولا السب دياله المرأة المريبية اللي أشرف منه شنو قال في التعليق دياله على المباشر قال الجزائر لم تخسر البطولة التي خسرت الجزائر شوف على التعليق كدير يعني أنك انت كتمارس واحد الدنيا واحد الحقرة على هاد الناس اللي داروا مجهود وكذا إلى غير ذلك هل الجزائر هي اللي كي نفذ القارة الإفريقية الديتوكاس إفريقية ماذا استفدتم؟ الديتوكاس العرب ماذا استفدتم؟ هل تطوارها هل هناك تنمية هل هناك استثمار هل هناك استثمار لهذا الفوز وهذا الانتصار؟ لا فقط هما العجرفة وتسيس والسيغلال هما العين ديالهم والطموح ديالهم على أن الجزائر تمشي بعيد باش يسكتوا الحراك ديالهم ويسكتوا الحراك ديال الشعب الجزائري باش الشعب الجزائري ما ينطش يهضر على الأشياء في المعيشة ديالهم لذلك الهم ديالهم هو أن الجزائر المنتقب الجزائري يتفوق ولكن انقلب السحر على السحر ووقع ما وقع وعد تدوين دي الحافي الدراجي لها ما لها وعليها ما عليها وسيعاقب هذا الشخص لتطاول على المرأة المغربية الشريفة العاففة دات الكفاءة احنا عدنا صحفي الحمد لله خدامين في هذا المنبر الإعلامي المتعلق اللي كان فتخرو به لا بين سبور ولا دولة ديال قطار اللي كانت تربطنا بها علاقة أكثر من صداقة ومن أخوة ومن تعاون إلى غير ذلك وعدنا معلقين وعدنا صحفيين يشغلون في هذا المنبر ولكن يترفعون مترفعين عندهم واحد الروقي واحد الأخلاق ولكن كما قال أمين سبتي دخيرة ميناء ولكن لهدف رخيص نعم غضي يكونوا هدى بلاغات وشكايات قاموا بها بعد العيئات المحامون وأيضا الفائلين الجمعويين وحقوقيين غضي يرفعوا دعوة للقضاء القطري بخصوص هذا النازل ترفعات دعوة باسم نادي المحامين المحامين سيمورات جعطوت هو اللي ارفع الشكاية شكاية لنيابة العامة في قطر لأن هذا وبعد تمحيث وبعد خبرة تقنية لهذاك التدوينة اللي دار وذك الرد وذك التعليق للطاول بيحة في الدراجي واللي ما كانش هو اللي بغين فيه كانوا بكي يقول بأنه هذا مفبرك لكن أثبتت الخبرة والناس كاملين قالوا بأنه هادك شي رأى صحيح ما تفوه به هذا العاوي اليائس هاد شي لباش نسميه هنا العاوي اليائس اللي فقد البوصلة وفقد جميع الأسهم دياله ولكن سيؤدي تمن أرجع المباراة للمتخب الوطني المغربي والملاوي في نظرك واش وحيد خليلوزيج يقدر يغير تشكيله يعني كما كنقولون غيره تشكيله الدفاعيين لحيرسة المرمى وغيرها واشنو خطر يقدر يلعبها واش يقدر يلعب هزوم لا حيرسة المرمى لا هتكون توابت ياسين بنوف الحراسة أشرف حاكميه على اليمين أدم السيناء نيف أغرد ورومنسيس في الوسط سوفيان أمرابط أملح في الهزوم يقدر يكون مع بوفال ممكن وناحي يدخل ولا لاعب آخر ولكن في الجبهة الهجوم هو اللي يقدر يكون تغيير ممكن الزج وإقحام سوفيان راحيمي مع الحفاظ على أيوب الكعبي اللي خصنا أننا التغيير فيه اللي خصو يكون عندنا خصو يتغيير في الجبهة دي الهجوم اللي خصنا نعززوها لوسط الميدان عندنا وسط الميدان سوفيان مرابط وسط ميدان دفاعي سقاء كي ياخد كورا كي يسترجعا كي دي المرتدات الوسط سوفيان بوفال يعني كي يجيب كواري إلى غير ذلك فيصل فزر في غياب فيصل فزر ربما يكون تغيير أكيد كيف شتي الأداء دي الحاكم المغربي أه أرضوان جيد أرضوان جيد دعم التحكم المغربي موسرف ولكن البارح أتعرف كثير من الجدل أكيد آه كأتي المجدل والخبراء قالوها واللي تابعوا المرات شو شافوا بأن قوة البطائق الحمراء والصفراء وتسلوك ديال الرضوان جيد بحلا بغير تحكم وذك يعني السلطوية في داخل الملعب يعني أن الرضوان جيدة كي تبالي أنا أضعف مباراة أدارها وما احترام من هليه كلي شيتلي زماد المباراة بشيت لي من يدو زي ما خرجت لي من يدو مباش شد في اللول كان مزيان في الثاني تحلي ترخى ما رضوان جيد بحلا أصابوا العاية هذا ما معروف هو على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي لأنه حكم يعني مقتدر ولكن يوم أمس يعني أتيرت نقاط استفهم كثيرة حول الأداء دياله أحد اجابة الجزائرية كتقول كأس إفريقيا في الجيب وكأس العالم في الجيب كأس إفريقيا خرجوا من الدور الأول وكأس العالم يعني في مواجهات المنتخب الكاميروني غيرجعوا لعنة المنتخب الكاميروني ولكن لعنة واحد اللاعب إبوسي هاد اللاعب إبوسي اللي توفى في الجزائر وتم الغدر دياله وتم القتل دياله واللي المخابرات الجزائرية وللسلطة تم سموها في واحد طفل يعني 14 عام كتموها للخبر دياله ولكن هذا رأس إلى حرجات المدرب وحرجات تحرج وتسائل أيضا السلطات الجزائرية والجامعة الجزائرية لأن إبوسي مات ضحية وكان شهيد لكرة القدم الجزائرية بين فارقين غارمين ولكن كنا على ما تستفهم كثير في الموت دياله الآن هرجعوا الكاميرون الكاميرون رأعندهم يعني فارق قوي اللي غد ينافس المنتخب الجزائري كنظن أن المنتخب الجزائري غادي يلاقي صعوبة كبيرة كبيرة جدا أنه غادي تأهل الكأس العالم ولكن الضغط اللي عليه غيخليه وقع في المحضور نعطيكم يعني النتائج قرعة دول حاسي متصفيات كأس العالم لما غريب بولكون ديمقراطية جزائر الكاميرون مصر السنغال غانا نيجيريا فنظرك؟ هادي مباراة رأى ذهب وإيهب ولكن نقول بأن مباراة احنا كما قال خليلو زيتش تجنبنا منتخبات اللي قوية تجنبنا مصر لأننا نقع معاها تجنبنا فريق ديال نيجيريا إذا الكونغو الديمقراطية وخا ما خسنس نستقصره وما خسنس نحقره هاد المنتخب لأنه تعنده مدرب كبير هو الارجنتيني ايكتور كوبر اللي درب فالانسيا ودرب فراق ودرب منتخبات منها آخرها مصر يعني ايكتور كوبر كيعتبر من الأدكياء ومن المدربين الداهية اللي خسن نحساطه منه آآ الإيجابي عندنا هو أننا غادي نستقبله في الميدان ديالنا في مباراة الإياب ونتمنى أن الذهاب تخرج بأقل خسائر باش ندركه في الإياب ونهله للمرة الثانية على التوالي لكأس العالم ريسنا موجهة بعقيل نخبة الوطنية غدا إن شاء الله في موجهة الملوي المنتخب الملوي خسنان ماشي نقوم نعطني الحاضر لأنه مني كان نقوم الحادرين الخائفين ركا نعطيو التقل المنتخب الخصم نتقو احنا في الإمكانية ديالنا والقدورات ديالنا ولأكيد أن المنتخب الوطني غدا يحقق النتيجة ويحقق الهدف لا يهم الأداء ولا يهم المؤدى التقني ولكن تهم النتيجة للعبور إلى ربع النهائي والقطع مع اللعنة ديال الإقصاء للتقسينام أمام البيني في فارق متميز عندك إفريقي اللي كان فارق ضعيف كنقوله ضعيف متواضع اليوم في كأس إفريقيا في كاميرون بيين على المستوى دياله والآداء ديالوجيت ولفجأك أنا فجأة للمنتخب ديال كود ديفوار صراحة ما 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 نخفيش الفرح ديالي بهزيمته المنتخب الجزائري والمنتخب ديال آآ ساحي العاج كود ديفوار بقيادة باطريس بوميل المساعد المدرب ديال كان في المغرب وعرف أنا بل يتطور هذيك المنتخب ولكن كي بقى الضوارات والمقابلات القادمة يالي غادي تعطينا المنتخب القوي والمنتخب القوي هو اللي غادي يفوز بكأس إفريقيا وساحي العاج هما المرشحين الأبرز فالدفر ملقا ما كانش مرشح لا دا ما كان مرشح دا ما ينفذوا على الجزائر واذاك الأداء واذاك الصلابة والدفاعية وهجومية تضحب أن حالي جيريا رتاني جيريا كانت مرشحة إلى غير ذلك ولكن ضحرت أمام المنتخب التونسي هذي كنقول دورة ستنائية دورة ديال الدكاء دورة ديال الحضود ودورة ديال أنك فاش تضبر الطاقة ديالك والقدرات ديالك باش تمشي بخطوة بخطوة لأنه ليس هناك استقرار تابت وليس هناك أداء تابت على مرهات البطولة نعم سيبع قيل قبل ما كانساول لبرنامجيناك عطوك جوج أسماء خالد البيض خالد البيض لاعب ديال الفتحة الرياضي بصمة يعني بالفريق مع المنتخب الوطني لاعب خلوق كيف ما كان ومنين اعتاز البقاء بدك التقدير وبدك التواضع يعني محبوب من طرف ساكنة الريباط ومن ساكنة ديال المغرب كاملين لأنه أعطاء توا البصمة دياله مع المنتخب الوطني المدرب خاصي الرماو آه جوزي الرماو درب الرجاء والويداد وكان توا يعني المدرب برتغالي كان يعني داهية أعطاء نتائج جيدة مع فريق الويدادة آه البيضاوي آآ الآن أجهل ما فيه نكاين وقاله في الدوري الخالجي نتمنى وليه توفيق ويعود تعالتاني البطولة الوطنية شكرا سيحمد باقي النقل الرياضي شكرا متسبعي جريدة أشكين وأشكين سبور كاشكروا من هاد المنبار الطاقم تقني دير هاد البرنامج وأيضا الطاقم دينا اللي انتواجد بالكاميرون ندربكم معود آخر إن شاء الله وحتس سعيد غدا لنخبر الوطني أمان المالوي السلام عليكم